من جانبه أشاد مع علي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في إطار زيارة جلالته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة ونوها معاليه بما عكسته مضامين الكلمة السامية من رؤى نير وحكيمة لجلالته تعكس الحرص على دعم وتطوير التعاون الإقليمي والدولي من أجل إشاعة السلام وصيانة الأمن والاستقرار بما يحفظ مصالح الدول والشعوب ويدعم مقومات التنمية وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما يشكله انعقاد منتدى التعاون الصيني العربي من أهمية في الوقت الراهن على اعتباره يأتي في أعقاب قمة البحرين التي عقدت في 16 من الشهر الجاري في إطار رئاسة المملكة للدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية